اكد سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء على اهمية ملتقى اسبوع عبوظبي للاصدامة الذي تم فيه اطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل لتكون موجاتا بحق الافراد والمؤسسات التي تبدع في نشر الحلول المبتكرة وتعميم الافكار في مجال استدامة الطاقة جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات هذا الملتقى الذي رعى افتتاح عماله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال انهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية بحضور عدد من قادة دول العالم بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون والدول العربية وفي الايطار ذاته اكاد ميرزا ان مخرجات هذا الملتقى ستعود بالنفع على مملكة البحرين خاصة في اعمال وحدة الطاقة المستدامة وخطواتها المرتقبة في اصدار التشريعات الجديدة التي يراد بها توسعة خيارات الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها في اجمالي الانتاج من السعات الكهربائية وتشجيع الافراد والمؤسسات للاستثمار في هذا المجال بركتنا في هذا التجمع هو لعرض تجربتنا احنا في البحرين والاستفادة من تجارب الاخرين والالتقاء بكثير من الوزراء اللي لهم نفس الاهتمام بالطاقة المتجددة ويحضر هذا الاجتماع يعني هذه الفعالية اليوم حوالي ست رؤساء دول وحوالي خمسة وسبعين وزير والحضور بين الفعالية هنا والمعرض اللي في الخارج حوالي ثلاثة وثلاثين الف فهو تجمع كبير وهذه فرصة للجميع لاطلاع على اخر التقنيات في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر